مرات لكم كده اربع اهداف بالنسبة النادي الاهلي اجمل من بعض ضربات الجزاء كمان كانت ضربات الجزاء صحيحة سواء بقى يعني ضرب الجزاء اللي احرازها وسامة ابو علي واللي حقيقة شطها بشكل رائع حقيقة لعب مميز يعني حتى الهدف اللي جابه ريدا سليم لما تيجي تبص من اوله ان وسامة ابو علي لعب بيقدر كفره دعني ليه هتكلمة لو سامة ابو علي بالذات لانك انت الفترة ما قبل وجوده كنت بتبحث عن راس حربة راس حربة يعني بيقدر بقى لما ينزل يتسرف الكرة كويس يبقى محطة يروح على الجول ويجيب جول يساعد زميله هنا النهاردة بيحرص ضرب الجزاء رائع حقيقة صعبة جدا الحقيقة مش اي حد يشوت ضربة الجزاء دي ومحدش يقول لي انت يعني الموضوع بالنسبة لك دي ضرب الجزاء لا ضربة الجزاء ساعات بتبقى للعيبة صعبة كتير لكن هو حطاه باتقام في مكان صعب على حارس المرمى الحقيقة المهدي سليمان الهدف اللي انا بتكلم عليه تقريبا سليم هدف حلو ورائع من ريدا سليم لان كان في شغل كتير لا فروت بي